بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه واليوم إن شاء الله نتحدث في تكملة لوصية إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قبل وفاته عليه السلام يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لولده الإمام الكاظم يا بني من خالط العلماء وقر ومن دخل مداخل السوء أتهم فالإنسان لا بد أن تكون له وصلة وتواصل مع العلماء مخالطة سؤالا مجالسة فإن الصفات سوف يكتسبها من هذا الإنسان العالم ولا يشترط أن يكون عالما بل يكفي أن يكون إنسانا ورعا تقيا عاقلا ولو من خلال منصات التواصل يحاول أن يتواصل معه ويتزاور ويتسائل فيكتسب من علمه من هديه من خلقه وهذا شيء جميل جدا ثم يقول يا بني إياك أن تزري بالرجال فيزرى بك يعني إياك يا بني أن تستخف أو تقلل من شأن الرجال فكل من استخف أو يحاول أن يتهم الرجال ويستخف بشأنهم يستخف به فلا بد أن يعطي لكل شخص مقامه من الحديث والمقام ثم قال يا بني وإياك والدخول فيما لا يعنيك فتذل لذلك الإنسان الذي يتدخل في أمور لا تعنيه فبالتالي سوف ينقص من شأنه وتقول قيمته مستواه بينهم لا بل قد يصاب بالذل فيما إذا تدخل فيما لا يعنيه ثم يقول الإمام صلواته الله وسلامه عليه يا بني قل الحق لك أو عليك فتستشان تستشان يعني يصبح لك شأن عند القوم عند من يسمعك فلذلك يجب على الإنسان أن يقول الحق سواء كان له أو عليه في كل الأحوال يقول الحق وهذا شيء جميل جدا فيقول الإمام يا بني قل الحق لك أو عليك تستشان من بين أقرانك في نزاع في خصومة في قضية مالية في أي أمر من الأمور لا بد للإنسان أن يقول الحق حتى يكون له شأن بين الناس ثم يقول له يا بني كن لكتاب الله تالية القرآن كثير من الوصايا الإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه يوصي فيها بضرورة ملازمة القرآن وقراءته وتعهده والتدبر في آياته فنجد أن الإمام صلواته الله وسلامه عليه في وصية يوصي شيعته يقول لا ينبغي للمؤمن أن ينام قبل أن يقرأ خمسون آية من كتاب الله أو يقرأ خمسين آية من كتاب الله تبارك وتعالى فالقرآن في رواية أخرى للإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه عهد الله إليكم فلا ينبغي لأحدكم أن ينام قبل أن ينظر في عهد الله تبارك وتعالى كثير من الوصايا في هذا المجال يا ابني كن لكتاب الله تالية وللسلام فاشية وهنا أيضا توجد عندنا روايات كثيرة جدا في إفشاء السلام حيث ما اتخذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليلا في روايات إلا لأنه كان يطعم الطعام ويفشي السلام ويصلي بالليل والناس نيام إفشاء السلام صفة تقرب الإنسان إلى الناس وتحببه ويكون محبوبا وأيضا هي صفة مدعاة للتواضع والتذلل والتخشع بين الناس فمن صفات الأئمة صلواته الله وسلامه عليهم كانوا يسلمون على الصغير والكبير حتى السلام على المرأة إلا اللهم الشاب كما ورد في روايات أهل البيت صلواته الله وسلامه عليهم أنهم كانوا يكرهون السلام على البنت الشاب لأن كما تعلمون أن في السلام ثواب عظيم ثواب عظيم في السلام كما ورد أن في السلام سبعون حسنة تسع وستون للمسلم وواحدة لمن رد السلام وهناك روايات أخرى في هذا المضمار في هذا المجال إذن يستحب إفشاء السلام وهو صفة تواضع وصفة رحمة ومحبة بين الناس وهذا شيء رائع جدا ثم يقول له يا بني أؤمر كن آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر هذه صفة رائعة جدا يجسدها إمامنا الصادق صلواته الله وسلامه عليه طيلة أيام حياته ويوصي بها من بعده أولاده وشيعته ومحبيه وهنا توجد عندنا شواهد كثيرة جدا كيف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر في رواية أن المنصور الدوانيقي قد استدعاه إلى مأدبة طعام فبمجرد أن وضع الخمر نعوذ بالله المنكر وضع على المائدة الإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه قامه وانصرفه وهذا أدب وتربية بل هو أمر بالمعروف نهي عن المنكر وكذلك في رواية أخرى يسأله المنصور عليه لعائن الله لماذا خلق الله الذبابة فأجابه الإمام الصادق عليه السلام لأن الله يريد أن يذل به الجبابرة روايات أخرى كثيرة في هذا المذمار روايات ينصح فيها القضاة ينصح فيها الناس إذن المصداق الأجلى والأوضح للأمر بالمعروف فالنهي عن المنكر كان على لسان الإمام الصادق صلواته الله وسلامه عليه وهو المظهر وهو المبين لحلال رسول الله وحرامه بكثير وعلى ألسنت كثير من المحبين والطلب الذين كانوا يحضرونه عند الإمام صلواته الله وسلامه عليه إذن وكن يا ولدي آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ثم يقول له وكن لمن قطعك واصلا يعني كما تعلمون الإنسان في الحياة يتعرض إلى قطيعة لعله من بعض أصحابه من بعض أحبائه كذلك صلة الرحم كما أن هنا يوجد عندنا واجب اللي هو صلة الأرحم من الواجبات قطيعة الرحم ماذا؟ من المحرمات في الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال أن صلة الأرحم تطيل الأعمار صلة الأرحم تعمر الديار تدر الأرزاق توسع الأرزاق تطيل في الأعمار الروايات في هذا المجال كثيرة جدا خصوصا ما ورد من تلك الروايات على لسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه والعكس بالعكس أعزائي فإن قطيعة الرحم نعوذ بالله من ذلك تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى نقص في الأعمار فلذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وخصوصا الإمام الصادق عليه السلام أنه كان يصل أرحمه بل حتى الرحم الكاشح العاصي لاحظوا عزائي كان الإمام صلوات الله وسلامه عليه يوصله ويتواصل معه بالصلة وهذا دأب أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم وكن لمن قطعك واصلا ولمن سكت عنك مبتدئا ولمن سألك معطيا عدم رد السائل أيا كان خلق من أخلاق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أيا كان لا يردون سائلا قط سواء أكان بكلمة طيبة أو بعطاء يسير أو بعطاء جليل وخطير النتيجة أن السائل الذي كان يأتي للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كان لا يرد أبدا أبدا لا يرد وهذا خلق جميل جدا نتعلمه من إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال وكن لمن سألك معطيا وإياك والنميمة طبعا هذه الكلمات الأخيرة التي نطق بها إمامنا الصادق عليه السلام في وصيته الأخيرة للإمام الكاظم قال وإياك والنميمة فإنها تزرع الشحناء في قلوب الرجال النميمة من النمى أي زادة في الكلام وأكثر منه لاحظوا ثم قال وإياك والتعرض لعيوب الناس يا بني إياك والتعرض لعيوب الناس الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان يتبع اسلوبا خاصا في التنبيه على عيوب الناس حتى أن رجلا شقرانيا كان من الشيعة المحبين للإمام صلوات الله وسلامه عليه ولكن كان يتعاطى المنكر فجاء وطلب من الإمام شيئا إن الإمام صلوات الله عليه جاء بعطاء أخفاه تحت كمه وأعطاه إياه حتى يبين له أنه كان قائم على المنكر لم يقل له أنك تتعاطى المنكر بل قال له الحسن من كل شخص حسن ومنك أحسن لقربك مننا والقبيح من كل شخص قبيح ومنك أقبح لقربك مننا وهذا أسلوب جميل من أساليب التربية الصادقية أسأل الله أن يعلمنا ذلك وأن يوفقنا لخدمة ديننا بحق محمد وآله الطيبين الطاخرين ترجمة نانسي قنقر